السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله ما صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين ان شاء الله اليوم نقدم لكم واحد البتيبة عادي ديال الضار لا يوجد الموضافات وبزبط الحوج عندي هنا أربعة الكسن الطحين الفورس الفاني الصاشية الفاني ثمانية قرام ولمعار سبعة قرام الفاني نسمي الكخواصون ديالنا عندي هنا ثمانية قرام ديال الخميرة بيكين بودر وعندي هنا قدرت شوية ديال الملحة كمشتو والفاني وخبيرة خميرة ديال الحلوة يعني هنا عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية هنا دابع عندي ربعة ديال المكونات غندير هنا سكر سانيدة غندير ربعات المعلق حيث أصلا البتيبة ما تكونش حلو بزيف هادي كي يجيه الشيش وزوين ورطب المهم أنه خدمته في البيت هنا عندي الماء 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 عادي يعني عادي دافي شوية لحسب أه هنا عندي ربع أو أربع كاس ديال الزيت أربع يعني التحت أربع وزيت ثم نزيده ما غادي ندير لها بيضاء لا تشي حاجة هادي المكونات اللي كيتشوفو وما اللي غا ندير صفي دابع غادي ننخلط نجمع العجين ديالي بالماء اللي بغا يجمع بالحليب يجمع أنا بغيت نجمعه بالماء باش حتى إلى بيت يوم ولا يومين مشي مشكل عندي هنا درس كاس ديال الماء ها نكوب الكاس تاني وغا نبقى نزيد الماء بشوية بشوية حتى تجمع لي العجين مكونات اللي ترتاهوما داك الفيديو ديال المقارون يا سمحو ليه بزفره ما دخلش ليه في المونتاج بقيت كيان هدر كيان هدر كيان هدر تل خلقيتو ما كينش الموهيم حيث أنا ملي كان ديرشي فيديو كان حيدو في البلاسة باش مبقاشش ليه بستوكاج في بورطابل مبقاش يعمر ليه ملي كان ديرشي فيديو دغياء غا كان لحو في اليوتيوب كيت شاف صفي كان حيدو من بورطابل باش ندخل باش ندير باش ندير فيديوهات خورين يعني نستوكاج جيل بورطابل وخافي كارت ميموار صغير ماش مكيهزش ليه بزاف نستوكو صفي الحمد لله لكل حال الموهيم كي ما قلت لكم طيبت هذيك الجاج بهاذيك اللاصوس اللي شتوق صفي وخلطت مع المقارون يو حتيتها راه درتو صورت كل شي ولكن المقطع مشاليا في المونتاج بقيت كان منطيرة بقيت كان هادر كان هادرتها لقيت الفيديو سالة مرة أخرى ان شاء الله مهم هو الطريقة وطريقة والمقادير هما المهمين فالنهاية ديال الطبق ما دارش ليه حدي غسلت لمواع بغيت ندير الطبق لقيت مكينش مهم العجينة ديالي غادي نجمعها راه هادرت ثلاثة الكيسان ديال الطحين وواحد حتى توقع نجمع به ياربعاد الكيسان ومنتو ما غا تديرو على حسب الاشخاص وعلى حسب واش بغا تديرو كمية كبيرة كثيرة ولا لا معا تديرو كمية 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 او تديرو كمية كمية كامل جمعتها اول مرة أديرها هناي العجينة ديال ما خليتها لا طلق لأولو غير عجينتها خليتها شوية توجد تل سطح العمل قديتو ووجدت هذا اي اي انشا باش نقرس العجينة عجينة هذا النشا هذا يعطيها تقرميشة اللي يبغى يخلط الناشا مع الدقيق يخلطوه عنا رغان خلطوه ما زال هندير الناشا في الأول ومن بعد حتلع العجينة عندي جارية درسها باش ما سعدبنيش في هذا باش ما سمحنيش في فتدلاك سنستمر هكا نصرحها مزيان كلها هم تشو ما تبعوا معايان نتمنى ما نكونش نكونش الفيديو مشى ليعو تاني شحام مره ده بك يمشي ليعو المونتاج صعيب شوية هنه غا نصرحها شوائي يعني كماجهات ماشي ضروري نصرحها مزيان تتجير قيقة هشوف العجينة تقطعت ليعو ما عبشوش من الخميرة ولا من ناش مهم مره انتو ما تبعوا معاي ركا جيزوي نفسه هندير الناشا وماش مزقاش تقطع ليعو هاد الشي في هاد اسميتو زوينين في هذا موسم ديال الدراسة كيبغو الدراسة هاد الشي في هالختمة بالسف هاد الشي ديال هاد العجين موراق هاد الشي في هالختمة تتقطع تيبغي الخاطر شوية بشوية انا اول مره هندير لك خبصه هندهما در تغيز بدي ديال بواطا هندهما در تغيز بدي ديال بواطا هحطيت تلقات شوية بحده البوطا غيغي هحطيت احده البوطا هلا تحطو طاصة ديالها بواطا دياله في المسخون تطلق لانه ايلا تطلقات ما تحتاجيش تحقيها ولا انا هذي توجدت عندي في الدار ودرتها الزبدة ديال البواطا نوع اللي بغيتو هشتو هذي يدابة مني درتها في احدها البوطا ولا المسخون دغية كتدلك بغيتو تrentها ببوطا المسخون ما تحتاجيش تحتاج لدراق بغيتو سوف نطوي العجينة سوف ندخلها كاملة سوف ندخل سوف ندخلها سوف نمكنكم بقشفها سوف نضع الزبدة سوف نضع الزبدة سوف نضع الزبدة بالتأكيد سوف نقوم بزع الاخر يجب الزبدة ندخل فيها الزبدة و نرش الطحين حتى ندخل الزبدة مزيان في العجين لا تفقشت بان أنا قدرت العجين نجارية في الأول بشكل ما نريد أن نورق و نزيد في الطحين لا تجينيش قاسحة الزبدة ستخرج من هذا الجنب أخصين دليل الشيطة الزبدة أخصين دليل الشيطة تدبت الزبدة يعني ربعات المرات كل ثلاثة على حساب سنشكلها على شكل على شكل كروسة و ندخل فيها شوكولات الوسط ندخل شوكولات عادية التي ندخلها في الحلويات لا ندخل شوكولات أخرى شرية هاش هي هذي غنقطع دعبة بش ما يجينيش هذا معنكش من التحت و ديلي بحالها كان بسطو بش ما تجينيش مديرة هاكا نحطها نزيد معاكم سهلة 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 سوينة تجعل الكيمية كثيرة تقريبا أنا خرجت لي ججلات الحبات ما عفتش شوكولات سهلة سهلة شوكولات سهلة سهلة في العجين الجناب بش ما ما يكونش عندي الفايض في العجينة بزيف بش نضيحها و بش نعاود نقرر ساعة تاني و نشكل فيها أنا نخليها هاكا لأنها مليت خمر سيأخذ الحجن ديالها الزوين سنستمر هاكا سنقذ فيهم كرواسة ديالي بعد ما قدتها في اللاطات هاكي جج مش مشكلة كانتو حدا كبيرة حدا صغيرة المهم ها غيحنا اللي غادي ناكلوها غيهوة الحجم مش مشكل غيهوة المطاق و عدناها رطباء و الشيشة و زوينة كرواسة ديالتار وسهلة و حدا سوف نحط دبات خمر و من بعد نتلاقها بعد ما خمرات حطيتها لهذه الخمرات أن تم الحجم ديالها الضاعف ردنا بصفر البيض و عادة سوف نلتقه فران سخون طيب لا تستغرقش الوقت اي حاجة دهنتيها بالبيض طيب تتحمل تقريبا خرجت لي عشرين تقريبا خرجت لي عشرين قطعة عشرين وحيدة زوينين مهم انكي كتعرفي اشنو كتاكولي نشي الاخرى كتتكون فيها زبدة بزاف ديال الزنقة كتكون هادي ناشف شوية لان فيها زبدة ديالبواطا من اللي كنديرو فيها مارغارين راح كتكون شوية ميدمة وخطع المارغارين هي ديالتوراق صافي اسميتو البتيبان البتيبان ديالنا أو كرواسا ها هي ديالتار منزلية طبيعية تابعو انتوما تباتو معايا المقادرة شنودرس من خطوة بخطوة صافي من اللي طيبو انتلاقاو ذكروا الصون ديالي بعضما اطفنتو من الحجم ديالو كيفاش جاء الا طليحيتو من هاهي نادهنتو بالمرباء وضعوا بشويدي الكوكو واللي تواجد عندي الكوكو واللي تواجد عندي رهر طبين فتيين فتيين وبنان انتوما الشوكولات كي جاتل داخل هيا ما معجنينش بزوينين بسه فيقدر ما نعرش نصوره بكوهم مزيان موهم هانتوما شوفوا التوراق كي بجا خفاف وزوينين كنتم نعجبكم وكتمنى نكون خفيفة فعليكم وعلى فيديو قديم ان شاء الله بحول قوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا كانت شي حاجة بستطاع بستطاعتي انني نديرها راك نديرها نهاية الفيديو هي هذه هذا بعدها راها دخلي مراها هذا المقارن ولكن ماشي مشكلة فرصة قديمة ان شاء الله كنتمنا نكون خفيفة نظري فعليكم وعلى فيديو قادم ان شاء الله بصحة والسلامة ان شاء الله والرزق والتيسير للجميع ان شاء الله اللي كتمنا شي حاجة الله يكملها ليه ولا يدخل علينا راجب راه داخل والشعبين ورمضان بصحة والسلامة ورزقها بتيسير هذا هو الفيديو ديالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى